في موكب جنائزي مهيب وبمشاركة رسمية وشعبية فاعلة شيعت جماهير شعبنا جثمان الشهيد على اشحام في العشرينيات من عمره الذي ارتقى الى العلا في قلب مخيم قلنديا للاجئين شمال الكدس المحتلة متأثرا باصابته برصاصة في الرأس اطلقها قناص احتلال من مسافة الصفر اثناء اقتحام قوة للمستعربين تسللت تحت جنح الظلام الى حنايا المخيم لتنفيذ حملة اعتقالات خبر مؤلم ومفاجئ يعني خبرنا علمنا انه الشهيد على الله يرحمه والحمد لله رب العالمين نال الشهادة ونالها يعني كان يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله انه نال الشهادة بس مش اكثر كان مؤلم الخبر بالنسبة لأهله الله يصبر ابنا قوات الاحتلال امطرت المنطقة بوابل من الرصاص وقنابل الغاز المسلي دموع باتجاه الشبان الذين تصدوا لهذه الكوة مما ادى الى اصابة ست شبان بالرصاص الحي في القدم ومن ثم طبعا ارتقى الشهيد علاء محمد ليلحق بكافلة شهداء مخيم كلندية موكب التشيع الذي انطلق من مجمع فلسطين الطبي برام الله جاب شوارع المخيم عقب القاء الاهل والخلان نظرة الوداع الاخيرة على الشهيد الشحام والصلاة عليه وصولا الى مكبرة الشهداء حيث صدحت حناجر المشيعين بشعارات منددة بجريمة الاحتلال وهنا ووري جثمانه الطاهر الثرى في مسقط رأسه بمكبرة شهداء المخيم ايام قليلة اربعة من الشهداء القواسمي وجفال وعلاء وعبد الرحمن هؤلاء الشهداء الشباب هي دماء زكية ولكن الممعن في النظر في هذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال يدرك كم هو الاحتلال يطلق النار دون مبرر وكم هو يستسهل استباحة هذه الدماء وبرحيل الشهيد على اشحام الذي ودعى بالدموع والحزن يكون مخيم قلنديا الذي توشح بالسواد قد ارتفع عدد شهدائه الى 73 شهيدا قدموا ارواحهم رخيصة دفاعا عن الارض والهوية خلال السنوات الاخيرة وما زال الاحتلال يمعن اكثر في وطأة عدوانه ضد المدنيين ومقدراتهم في محاولة لتركيع ابناء شعبنا واخماد جذوة النضال في نفوسهم ودعوا ابناء شعبنا الشهيد على اشحام الى مثواه الاخير وسط حالة من الحزن والاسى ولسان حالهم يقول نم قرير العين فان مسيرة النضال مستمرة حتى ضحر الاحتلال عن ارضنا من مقبرة الشهداء بمخيم قلنديا للاجئين خالد مطاوع تلفزيون فلسطين